دير ذلك عيسين نادي ويسمع شغلي أنا حطيت كل جهدي أني أحكي وهو يتحدث مع ثويه يستجمع ما تبقى من قواه الجسدية المقيدة على سرير مستشفى المعتقل الصحفي الأسير محمد القيق الذي لا يعرف موعد الحرية ولا سبب الاعتقال تربع على عرش اليقين حين أعطى كل ما بداخله وأضحى هيكلا وأضحت معه تجمعات أهالي الأسرى الأسبوعية منبرا تؤذن لحريته وحرية من سبقه من الأسرى محمد القيق قال له 77 يوم مضرب عن الطعام لكن بإذن الله تعالى زي ما انتصر خضر عدنان من قبله بإذن الله تعالى لغير ينتصر ما إن تدهور الوضع الصحي للقيق إثر خوضه إضرابا عن الطعام منذ شهرين ونصف شهد الشارع الفلسطيني غضبا واسعا وضجت وسائل الأعلام المحلية والدولية بقضية التحدي التي أعلنها القيق مع بدءه معركة الأمعاء الخاوية ولازال الارتقاب لوضع الأسير يقلق الجمع مع دخوله حالة خطر غير مسبوق نحن أصدرنا بيانا قبل عشر أيام قلنا أن حالة القيق حرجة شجعنا فيها ممثلي المضرب عن الطعام وممثلي السلطات الإسرائيلية على التوصل إلى حل لتجنب فقدان حياة القيق فثمت من يقول ويرى أن تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه الإفراج عن القيق مع تصاعد النداءات المطالبة بإطلاق صراحه من المؤسسات الحقوقية والصحفية وعامة الناس ما هو الاستخفاف وتجاهل بطريقة مثلى لكل أوراق الضغط خاصة مع استمرارها ممارسة التغذية القصرية على الأسير داخل المستشفى إسرائيل تتجاهل هذه النداءات لأنها دولة تعتبر نفسها دولة فوق القانون ودولة فوق القوانين الدولية ودولة فوق القوانين الإنسانية على بعد مرمى حجر من اللحظات الأخيرة بات مصير محمد القيق فإما أن تحفظ إسرائيل ماء وجهها وتفرج عنه وإما أن تجر المنطقة إلى مرحلة صراع جديدة في حال استشهاده من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إسلام الزعنون تلفزيون فلسطين